ونتحول إلى ملف سوريا حيث بدأ إخراج الدفعة الأولى من مسلاحية المعارضة السورية من حي القابون على الأطراف الشرقية لمدينة دمشق تنفيذ الاتفاق مع الحكومة السورية يقضي بخروجهم من الحي وسيؤدي اكتمال عملية الإجلاء إلى بسط الجيش السوري وحلفائه سيطرتهم الكاملة على الحي القوات الحكومية السورية تحكم سيطرتها على حي القابون الواقع على أطراف العاصمة دمشق إحكام السيطرة على القابون جاء في عقب غارة جوية وقصف مدفعي عنيف وعلى وقع تلك السيطرة ذكر الإعلام الرسمي أن الهدوء ساد حي القابون بعد توقف القتال مع إعلان التنظيمات المسلحة قبولها بالتسوية ومغادرتها الحي اتفاق القابون بخروج المسلحين يأتي بعد اتفاق مشابه لإخلاء مناطق مجاورة في حيي برزة وتشرين حيث غادر أكثر من ألف ومائتي شخص باتجاه إدلب بينما أكد محافظ دمشق بدء خروج أول دفعة من مسلح القابون ويمثل استعادة القابون ضربة مجعة لمسلح المعارضة التي تسعى إلى إبقاء تواجد لها في العاصمة دمشق وأطرافها ويشهد حي القابون الواقع عند البوابة الشرقية لدمشق معارك هي الأعنف داخل العاصمة السورية منذ مارس الماضي وينضم إلينا من بيروت العميد شارل أبي نادر الخبير العسكري والاستراتيجي سيادة العميد بداية ماذا تعني السيطرة على ضحية القابون المحاذية للعاصمة دمشق والأهمية الاستراتيجية له نعم تحية لكم وللمشاهدين الكرام تعني هذه السيطرة أن الجيش السوري انتزع من معارضي المسلحة نقطة ضغط رئيسية كانت تستعمل للضغط في المفاوضات كانت تستعمل للضغط على العاصمة وكانت تعتبر من الناحية الميدانية نقطة نافرة وضمن تدخل أماكن تواجده بالسابق من هنا أعتقد أنها لها أهمية ميدانية طبعا ولها أهمية معنوية بإبعاد أي ضغط لمسلحي المعارضة عن العاصمة بشكل عام يعني في نقطة ثانية هل تتوقع خروج المسلحين في وقت وجيز وأين وجهتهم سيادة العميد؟ نعم أعتقد أن الخروج سوف يكون تقريبا سريعا لأن المعطيات والعناصر التي دفعت بالمسلحين أولا للتفاوض مؤخرا والقبول بالتسوية بعد أن كانوا يقومون بنقاط سلبية أو بمواجهة هذا الموضوع لأسباب طبعا كما قلنا أسباب عسكرية بدأت الضغوط عليهم من الناحية العسكرية بدأ الجيش السوري أو وحدات الحكومة السورية مؤخرا تستعيد السيطرة وخاصة تستعيد الفعالية في تلك المناطق بعد أن سلكت التسويات في أكثر من اتجاه وخصوصا في المناطق ريف العاصمة الغربي الشمالي باتجاه الزبداني ومضايا وباتجاه مناطق أخرى أصبح مرتاحا الجيش السوري ميدانيا وأيضا هناك نقطة مهمة وأساسية أعتقد تجبر المسلحين على الاقتناع بالانسحاب هي أن يبدو أن هناك قرار في هذا الموضوع لأنه قد استثني ميدان القابون بشكل عام من مناطق تخفيض التسعيد ولم يذكر وكان خارج هذا الموضوع مع أنه ملاصق للغوطة الشرقية التي هي من ضمن مناطق تخفيض التسعيد أعتقد أنها هي رسائل مهمة باتجاه الانسحاب والقبول بالتسوية طيب الآن ماذا بعد القابون نتحدث الآن عن المهمة أو الهدف العسكري للجيش بعد ذلك والمرحلة المقبلة واضح أن الجيش السوري الآن لديه هدف رئيسي وأساسي يتمثل بالتمدد بالعمق شرقا هو يتمدد في أرياف حمص يتمدد أيضا مؤخرا بعد أن سيطر على مطار الجراح العسكري في شرق حلب والذي كان هو نقطة التوقف بعد معارك الأخيرة هذا التقدم يفتح له باتجاه الفرات باتجاه التقدم باتجاه حتى الطبقة أيضا في ميدان مسكنة وفي نقاط رئيسية لداعش هناك نقطة رئيسية أساسية يعمل عليها الجيش السوري واضح أنه يعتبرها هدف مهم وستراتيجي وهي الوصول إلى الحدود العراقية بمعبر التنف وهو على الطريق بعد أن تقدم بشكل لافت في المرحلة الأخيرة وصولا إلى منطقة السبع بيار والتي هي تقريبا في منتصف الطريق أو أكثر بين العاصمة دمشق وبين الحدود العراقية من هنا أعتقد أن وجاته هي الشرق وجاته داعش خصوصا أيضا نربط هذا الموضوع كما ربطنا موضوع القبون نربطه بما جرى وكمما تم ذكر موضوع محاربة داعش في التصريح الروسي بعد الإعلان عن الاتفاق مناطق خفض التصعيد وهذه أيضا كانت نقطة لافتة وإشارة مهمة أعتقد في الميدان شكرا جزيلا لك من بيروت سيدات العميد شارل أبي نادر الخبير العسكري والاستراتيجية اشتركوا في القناة